السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شباب شرطكنوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة رحين نشرح بهذه الحلقة موقع HS.com موقع HS.com هو أفضل موقع شطرونج موجود بالعالم أكتر موقع استخداما ومن أكتر موقع اللي بتعطيك مميزات ممكن تطور مستواك الشطرونجي بداية أنت عندك الاختيار أنك تلعب على الموقع اللي أنت بتحبه تستعمل الموقع اللي أنت بتحبه لكن أنا بهذا الفيديو رح أعطيك المميزات اللي تتعجبني بموقع HS.com واللي أنت ممكن تستعملها وتطور مستواك وما غلط أبدا أنك أنت تلعب على كذا موقع وتستعمل المميزات تبع أكمل موقع يعني مثلا بهذا الموقع بدي أحلله بهذا الموقع بدي أحل مسائل بهذا الموقع بدي أتفرج على فيديوهات أنت يعني اختار الفوائد اللي موجودة قدامك لأنه وبالنهاية كثرة المواقع بتفيد المستهلك فأنت خود المفيد من كل موقع واستعمله عشان تستمتع بالشطرنج ومشان أتطور من مستواك فما الغرض من هالفيديو أنه أنا يعني نفس أسي إلى أي موقع تاني أو أنه أغلط بالموقع التاني أو أنه برهن لك أنه جزدوتكم أحسن شيء لا أنا هدفي بس أنه أعرض لك ميزات يمكن أنت ما كنت بتعرفها يمكن أن تفيدك فبداية خلونا نحط لايك على المقطع وخلونا نبلج بالفيديو هلأ موقع جزدوتكم راح تلكلك الرابط تابعه بالدسكريبشن لو أنت معامل حساب أعمل حساب يعني كومبليثي فري الموضوع ما نو يعني فلوس ولا شيء لا أنك تعمل حساب مجاني مفروض لو أنت بتستعمل موبايل أي كمان يكون عندك هيكية يعني يواجهها شبيهة هلأ بالبداية هو بحطك بالهوم أو بالصفحة الرئيسية نفس بالفيسبوكين مثلا بيكون هيكية في هوم ونفس الشيء هلأ هون بالبداية أنا راح أمشي على الشغلات الموجودة على اليسار لأنه هي اللي فيها الميزات بتلاقي إن أنت عندك كثير شغلات هلأ ما راح فوت لكل واحدة راح فوت على المهمين بس هنا للستاتس بيفرجيك الأحصائيات هلأ الأحصائيات كثير مهمة من وجهة نظري بتفرجيك أنت شون عم تطور آخر فترة يعني مثلا أخر تسعين يوم آخر ثلاثين يوم آخر سبعة أيام شو التحسيرات اللي عم تصار بمستوىك إلى آخره فحلو أنه أنت تشيك الأحصائيات من فترة للتانية هون في الأواردز الأواردز هي هيكة بس يعني خانيحكي جوائز بيعطوك إياها مثلا لما توصلت تصنيف معين بيعطوك جوائز هيك شغلة ظريفة يعملوا بموقع جزتكم لما تكسبوا طولة بيعطوك مدالية لما تحكي له مثلا شو اسمه لواحد من اللاعبين طبعك مثلا خانيحص الفرينز أو جود جيم أو كذا بيعطوك جائزة هاي شغلات بسيطة البروفايل لو بدك تعمل معلوماتك ممبرشب عضوية لو بدك تعمل عضوية ورحينيحكي عن موضوع العضوية بعد شوي الثيم اللي هو الخلفية اللي انتو شايفينه وشكل الغطة ممكن تغيره من الثيم السيتينكز اللي هي الاعدادات مثلا موضوع البريموف مع بريموف الى اخره بتلاقي هون هاي بالنسبة للهوم يعني غالبا ما نشغل كتير مهمة وما نشغل كتير مفيدة خلونا نتقلها الى البلاي هلا عموم قاعدة جزتكم انت ممكن تلعب اللي على بارك تلعب رابد بلدز كلاسيك بولد هون بتلاقي يعني ملتبل تايم كنترولز مختلف الاوقات دي اريتين زائر واحد واحد زائر واحد ثلاثين ثانية خمس دقايق ثرد دقايق ثرد دقايق زائر ثانيتين خمس دقايق وهيك ممكن حتى تلعب شي بيسموه الديلي او شي اليومي هذا بيسموه انت عندك ايام مشان تعمل نقلة واحدة هاي لو مثلا انت ما بتحب انك تكون مضغوطة عليك او انك يعني تنحط بوقت معين تنهي في المباراة لا بيكون عندك ايام لا تلعب نقلة واحدة بس فهاي بالنسبة للديلي طبعا غير البلاي العالي عندك انت ممكن تلعب مع صديق ممكن تلعب ببطولات والبطولات هون انواع فعندك سويسري وارينا الاسويسري والارينا فكثر الناس ما بيعرف الفرق بيناتهم الارينا انت مانك محدد بعدد معين من المباريات بتخلص مباراتك بتلعب التانية والبطولة مثلا بتكون مريتا ساعتين بتلعب يعني على الان ما بتغضر بالساعتين وبالنهاية بيشوفوا من عنده اكتر نقاط وبيكسب والارينا عنده النظام اللي هو الاستريك او النقاط الزيادة اذا بتكسب مثلا بالبداية بيعطوك نقطين بعدين بيصيروا ثلاثة او بعدين اثنين بعدين ثلاثة حسب كل موقع بس الفكرة انه اذا انت على استريك عم تكسب اجامات وربعات وبيعطوك نقاط اكتر الا بالسويسري ما فيها الحكي بالسويسري بتلعبوا بس تسع جولات مثلا او سبعة او ستة حسب نظام البطولة واكتر واحد بيجيب نقاطه والفايز وطبعا نظام السويسري يعني فيه شوية شغلات مثلا بيحاولوا مثلا يحطوا القوي مع القوي بس بالارينا يعني عشوائي بكون الموضوع غالبا فهاي بالنسبة لانظمة البطولة انت اختر اللي بيعجبك حتى انه بطولات لتصنيف معينة الف وخمسمية وفوق في كمان عندهم للممبرز بالموقع لو انت مثلا ممبر ممكن تنعب بطولات للممبر هلا شغلة ما شغلت لانا بحبها بالبطولات انه مهما كان تصنيف في زماله مثلا كان تصنيف في ستمية كنت شارك بالتحديد بالبطولات مشان العضل التصنيف عالية كان في واحد بتذكر اسمه جوكو تصنيفه الفين فكان يعني طير عقلي انا طبعا بالبداية اول ما عملت العساب كان تصنيفي ممكن ستمية وسبعمية هلا حكي بالالف وسبعتاش وكنت فكر انه يعني كل الناس اقوياء او كل يعني اقوى واحد تصنيفه ستمية تمانمية هيك تسعمية يعني ها اقوى واحد بعدين لما اجيت شاركت البطولة شفت واحد تصنيف الفين اقولت اوف هاد الزلم يخاتم لعبة الشطرون شوف اليوم الالفين بحطه بجيبتي ما انا متكبر ابدا انا ما علينا فحتى لو كان تصنيفك الالي ممكن تلعب بالتصنيف عالية بالبطولات وانا بعدين يعني ادمند البطولات وهي شغلة من شغلات اللي بتسعرك تعلي تصنيفك انك تحتك معناسا اقوى هنا غير الليPHs وغير الـDaily التقطbruari bueno اسما فرضي الالي في كمبيوتر انا تبذل كمبيوترات مختلفة هلا هاي شخصيات هون شخصيات هايك ظريف حلوه بعملوه من مختلف المستويات وهون بتلاقي ستريمر ا projet كوثام stitch الن هانسن، أمان هامبلتون، أنا، رودولف، أشير ويردروف هاي هو لكل هم ستريمارات، وهون بتلاقيته بلايارز ناكامورا إلى آخرين وأنا عملت سلسل على خناتي سميته أغيق ضد البوتات، بلعب فيها ضد هؤلاء الجماعة لعبنا ضد ناكامورا وضد بول مورفي وبتلاقي هون كمان هكا شخصيات أجار متور هس هذا بتوقع وآخر شي بتلاقي الانجين، ستبلاك تلعب ضد انجين أو كمبيوتر أو محرك يعني عندك الليفل انت بتحطه اللي بدك ياه وبتلعب معه وبعدين طبعا بتختار الوقت، بتختار هل بدك ياها مصنف أو ما مصنفين، ما في المصنفون بس بتختار مثلا يعني هل بدك ياه يحكي ما يحكي هيك يعني هاي شغلات فهي بالنسبة لها كمبيوتر تونمينز حكينا عنها فورو بلاير تشيس لو انت إلك مراء هيك تلعب شي مختلف فعندك الفورو بلاير تشيس وعندك الفاريانت، الفاريانت اللي هي شطرنج مختلف هيك شطرنج عاملين في قواعد مختلفة يسم مثلا البوغ هاوس لو انت بدك تعرف شو هي، اوكي آسف رجعوني بليز لو بدك تعرف شو هي كل واحدة، فبتلاقي كمان نفس شرح يعني هون مثلا يكونوا كاتبين لك ايش معنى كل واحدة بغ هاوس، كريزي هاوس، فوغ أوفور، أتوميك، و هورد و في كستم ما بعرف ايشو هي ما جربتها بس الكستم يعني انت بتحدد اللي بدك اياه بس الفكرة انه هاي شطرنج مختلف ممكن انك انت تلعب لو انت حابب انا ما بفضل بس في ناس بحبو وهون في leaderboard اللي بيفرجو كمان احسن الناس عن موقع هون يجي لشي كتر مهم انا بستعملو كيوتيوبر اللي هو library اللي هي الدراسات بتلاقي فيها game collections تمام او مجموعة قيمات او تحليلات يعني مثلا games انا هون بخلي قيماتي مشان اجيب قيم جديد هاي شغلة ان سألت عنا كتير بروح لل PGN بنسخه وبحطه هون انا ناسخ الاسم تبعي لانه قبل شوي كنت عم صوركم حلقة التحضير ما علينا فبنسخ ال PGN بحطه هون وبيطلع ليها بهاي الصورة بضغط هون على analyze وشوفو هون بطلع لي التحليل كامل تمام بطلع لي تحليل كامل تبع الجيم وبحكي له وين في غلطة فهالشي كتير بيساعدني لو انا يوتيوبر و بدي احلل الجيمات تبعي او الجيمات تبع اي حدا وطبعا ممكن اعلق عن نقلات يعني مثلا هو ممكن اكتب this is e4 a king's phone opening اي شي ممكن اكتب بعدين بالاخر بضغط save يعني وبتنحفظ فهاي شغلة لاي واحد مثلا بحب يعمل annotations او يعمل تعليقات على النقلات هاي شغلة انا بستعملها بالكورسات التبعي اللي على موقع نادي الشطانج العربي بعمل نوتات هيك على كل نقلة بشان اللي بدي اخوا الكورس ويدرسوا الكورس يكون مدرك للفكرة من كل نقلة من غير ما يحتاج يرجع للفيديوهات وهي الاستعمالات ثانية يعني انت ممكن انك تشوف شو ممكن تستعملها لو حاد تستعملها وطبعا ممكن انك تحط مثلا هاي النقلة منيحة هاي النقلة منيحة كيفك ما حدا يعني اه جازمك بشي غير وان كمان في شغلات حلوة فلاهم بيطلع لك الديترز اللي حلو كتير وانه بيطلع لك ال Openings وبيطلع لك قيمات يعني هم مثلا بيشوف شوفي قيمات ثانية مرعوبة بها الوضع بيحط للي فهاي شغلة حلوة لو انت جيت على ال Openings ولو بدك تحمل PGN ممكن تضغط على Download في Practice vs Computer لو وصلت الوضع معين هيك بدك تجرب مثلا تكامله ضد الكمبيوتر ممكن تضغط Practice vs Computer هي Maximum Analysis تأخو كتير وقت Reset بتاعي لكل شي New Analysis Flipboard وبرك تعكس الرقاة يعني هاي شغلات بسيطة مالينة منها فهاي بالنسبة لل Library شغلة كتير مهمة يعني الى أي لعبشة الرونج أي لعبشة الرونج عنده قيمات معينة بيحب يستيفة عنده بيحب يعمل تحليلات مثلا باستتاحيين معينة ممكن انك تستعمل هاي كمان فهاي شغلة حلوة ممكن انك انت تستعميلها وآخر شي بنيجي لأركايف الأركايف هون هي عبارة عن جيماتي وفي كمان جيمات الماستر جيمز هون يعني بتشوف كل الجيمات المهمة بحياتك بتلاقيه هون تمام؟ فهي بالنسبة للأركايف يعني هي عبارة عن جيمات بنيجي للنرن أو البوزلز اول البوزلز البوزلز يعني عبارة عن كنزة بها الموقع أنا مستحيل يعني يعيش كلاعب شطرونش من غير البوزلز اللي موجودة هون يعني من أرهاب الميزات اللي منصحكم لكل كن إن كنت تستعملوها البوزلز اللي بيعطيك هالموقع كتير مفيدة أنا يعني جربت حول البوزلز على مواقع تانية بس ما بتلاقي البوزل يعني ما بتلاقيه بهاي الفعالية وممكن يعطوك مسألة تكون في كذا نقلة صح فأنت يعني يعني بدك يعني أوكي يعني أنا حلت صح ليش تقولولي غلط ما رح يبشي معهم بس هالموقع بتكون بس في نقلة واحد صح وهالشي كتير بيفيدك يعني والبوزلز نفسه يعني بينموا المهارات الأساسية بينموا التكتيكات الأساسية وبشوفهم يعني كتير كتير مفيدين وبحبهم كتير وبنصح كون فيهم ألا لو أنت ما عندك ممبرشيب بيعطوك بس خمسة لو عندك ممبرشيب ممكن يعطوك ألمتد يعني تحل قد ما بدك والممبرشيب الخيصة راحي نحكي عن موضوع الممبرشيب الآخر لو أنت ما هتم بالممبرشيب بس بشكل عام خمس مسائل كافي يعني أي لعب شطرنج بس يحل خمس مسائل باليوم كتير ممزاز على قناتي الثانية اللي هي شطرنج أغير ميرو لو حابين تشتركوا فيها حتاؤوا الرابط بالدسكريبشن أحل باليوم خمس مسائل بس الخمس مسائل هولي بياخدوا مني نص طاعة تلت ساعة هيك ليش لأنه بحلهم عرواء وبخلني مخي يعني ياخو راحته ولما المخ ياخو راحته بالتفكير وهنا تيجي الفائدة أما أنا يجي هيك وحل المسألة أعمل هون هيك فجأة هيك مثلا نحط الوزير أي مكان وخبص وحيخسر وهيك إحنا خسر نص طاعة عشر نقطة في فيد الفيديو شالله يجيب أرباح كويسة فعملوا شير مشان يجيب أرباح فهي بالنسبة للبوزلز شي كتير حلو كمان يعني أنا أدمنت عليه لهو البوزل روش البوزل روش هي عبارة عن شغلة ممكن أنك تلعبها اللعبة هاي بتعطيك عدد لا نهائي من البوزلز بمدة خمس دقائق وإنت بتشوف إديش أنت ممكن تحول البوزلز بخمس دقائق والبوزلز بتصعب مع الوقت ولو جابت أخطاء تخسر فها هي الفكرة وأنا بحبك تير لأنه حلقنا هيك بحب يعني بحب السرعة وحركاتك ممكن أن تجربوها بتوقع بيعطوكن ثلاثة أو خمسة كأنه باليوم بلاش والباقي بصيروا بنلازم ممبرشب أو عضوية فلو أنت حابب تلعب بوزل روش في البوزل باتل لو بدك تلعب مع صريق من أصدقائق وهذا الصريق يعني بدك نفسه بالبوزل روش ممكن تلعب بوزل باتل يعطوكن نفس المسائل واللي بيحل صح هو الفائز غير البوزل باتل لعنه الديلي بوزل بيحطوا بوزل يومية solo chess والبراكتس كتير مهمة هاي البراكتس دريلز والإنت جيمز البراكتس ألا البراكتس هاي ممكن تتبراكتس أوبنينج ماسر جيمز يعني مثلا لو في جيم معين أنت بتحبه تراجع لقطات معينة في يعني مثلا بهالوضاع شو لعب مورفي براكتس بتوليش تضغط بتوقع أنه اللعب هو وكوين اسكس يمكن صح أوكي بس موف هون شو كانت التكمل يمكن بتوقع روك هون والله ما بعرف بحكيلي هون شو روك جي سكس إذا أنا يكروسي لأنه بيلعب عين نقلة طيب شو روك أف سكس غلط طيب شو النقلة أوكي سي فايف هاي فأنت هي كيف تتعلم ما نشغل هي يعني أنا أكثر بستعملها اللي بستعملها أكثر لدريلز تابع لأوبنينجز والدريلز تابع لإنت جيمز الاند جيمز هون يعني كتير كتير مهمل لدريلز تابع الاند جيمز لأن انت بتفوت مثلا عن نهايات البادق بتفوت مثلا هون درون كينغانبون فبيحطوا لك هذا الوضع وبيحكي لك تعادله يلا فبتبلش هيك بيلعب هو هون وانت بتحاول إنك يعني تتعادل هي هاي الفكرة بترجع لي ون تطلع لهون تطلع لهون تطلع لهون تطلع لهون انزل لتحت كينغ دي ون يجي لهون تك شوفوا شون لو جيت مثلا به الوضع لو جيت هون مثلا بحكي لي غلط ها شوفوا بخسر فبخسر فبيحكي لي بعدين لما خلص بحكي لي أنا وين غلطت وبتعلم من خطاي واي شغلة أنا حاكي عنا بالكورس تابع النهايات فشوفوا شون وانا بيعرض لي فيديو لو بدي أفهم أكثر ممكن نجرب كما مرة فها هي الفكرة فبنصحكم جدا جدا كثيرا بموضوع الدريلز تابع الاند جيمز وتابع الأفنينجز فلونا نتألم موضوع الليرن الليسنز هون عبارة عن كنز يعني بتلاقي فيديوهات وفيديوهات معمقة يعني قبل فترة ببحث مثلا على كينجين ديناتاك لقيت جران ماستر شارح يمكن بيست فيديوهات كينجين ديناتاك جينجر جي أم أو الزنجبيل اللي هو سايمين وليامز شارح البودفاست كان بثارث فيديوهات وغيره يعني مثلا كتوبه لندن سيستم هذا جران ماستر شارح لك tips and tricks لندن سيستم فور ذا بيزيت شس بلاير وبتلاقي فيديوهات وحركات ونفس النظام تبع يعني الجس بورد اللي هي انت بتلعب نقله لو صح حبيعطيك الضوء الأخضر لو غلط يعطيك الضوء الأحمر فهيك انت بتحفظ الموضوع وبيتم راسخ في ذهنك بيكون عندك اوبينيكز حتى دروس استراتيجي مثلا بده اكتب بلاقي دروس بلاقي فيديوهات ها لزا نمشارح لكو الى اخيره وملئة بالفيديوهات حتى ازب ركتب حث مثلا شغلات يعني مثلا 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 البتاقي حالي شارح اكيد ما بعبشي له علاقة بس اكيد حتى اشيه له علاقة بلايس و لايتر بون بلاي نمم سيم سايد بون ستورم هيك بس بتلاقي يعني غرضك بتلاقي هون اه طبعا الفيديوز هون بتفوت بتبحث بالفيديوز ممكن تلاقي هلا هذي كلاسز يعني ممكن انه ما مية بالمية تحتاج فيديو بس بدك فيديو معين هون بتلاقي احد مثلا لندن كما مرة شوف شون فيديوهات كتير عن لندن السيستم هرث ازال ما شوفوا كما عاملك من فيديو واحد اثنين اثنين اربعة اخمسة ستة فيديوهات عن لندن سيستم يعني بصراحة كنز شوفوا هده قران ماستر شوفوا مية فيديو ش biếtه عن لندن السيستم يمكن سبع فيديوهات هيك يعني مو فيدي جدا 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 الانسايتس هي بتفرجي الاكوريسي على موضوع الاكوريسي كتير مهم او ممكن يفيلك كتير انك تشهيك انت الدقة تبع لعبك هلا هذا الشي ليش بفيلك لو انا عملت شي معين بحياتي شطرنجية يعني مثلا انا قلت اوكي انا اليوم بتاريخ 2-1 اخر يوم بالشهر شهر اثنين بدي بلش صفحة جديدة بدي بلش اتدرب بدي بلش كزا فانت مثلا بسجل انه اوكي قبل الشهر انا كان الاكوريسي تبعي واحد وثمانين بالمية بعد بشهر ديش حصول الاكوريسي تبعي بعد ما اتدربت وكرفت هل فعليا فيفارب الاكوريسي ولا لا وهيك وين يو وين وين يو درو وين يو لوز وطبعا هل حكي بالبلدز فمثلا ممكن تشيك بالرابد لاحظوا انه شوه الاكوريسي اعلى 7-8 بالمية هاشي منطقي لانه الرابد عم يعطيك وقت اكتر فبتفكر احسن ببقوا نحط لك هون مثلا تبعنا كمورة لو حابت شيك مثلا الاكوريسي تبعه شوفوين 7-8 بالمية يعني مثلي بالروبط وفوين قوثامتشز الى اخرية يعني انا يعني باش بشوف حالي ما بحب تطلع على ناس تانية او ما بهمني ارتكلز عشان تعرف الاخبار هون بيحطوه كأخبار معينة خلال انك تشيك عليها الفيجن عشان تدرب على الأسامي تبع المربعات هالشي كتير انسألت عنه انه مثلا بدي احفظ أسامي المربعات بشكل العب لينفولد وصير نفسنا كمورة وحركات ما رح حصير نفسنا كمورة بس ممكن تدرب مشان ترضي نفسك وها هي الفكرة بس بيتم يعطيك هيك خلال 15 ثانية او 30 ثانية وما تجيب غلطه بيحكي لك مثلا هون بي فور هادا بي فور بحكي ضد هون بيحكي له غلط هيك هاي بالنسبة لها الفيجن خلوا مني تقلع اللي بعده اوبنينغز لو بتحب تتعلم مفتاحية فا يعني هذا الموقع رهيب كتير 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 بيساعدك الفرضا مني بتتعلم الكينج انيان اتاك اوكي انيان اتاك انيان اتاك كينج انيان اتاك هلا هو بيبلش بنات اف 3 وبيبلش بي اي فور كمان حسب انت شو بتحب شوف هون شو بيحكي لك The fastest way to finish at the knight's bishop بأسرع طريقة مشان اتفين كتع و تطلع فيلك بيحكي لك كتبت كان من اتاك F3 G3 B2 ثبيت قصير بيحكي لك من اكتر لاعبين يبيلعبو وبيفرجيك القيامات تابعون فيكتور كوشنوي بنت لارسن كرامنيك انا بعرف حتى فيكتور بولوغون بيلعبو مورو زوفرش بيلعبو وبتلاقي ناس حطين كومنتات عن هذا الافتتاح بيحطوا قياماتهم الى خيري هي وبعد هيك انت مثلا ممكن تشيك هلا مور هون بيحكي لك مثلا عن التفريعات البروز ان كونز يعني مثلا هون بيحكي لك عن الفوائد والاو يعني الادفانتشيز ان دس ادفانتشيز الصفات الحسنة والسيئة او هيك شي فليكسبل يعني مثلا بيحكي لك مرن ممكن انكتورشنات F3 بعد انتحولوا هيك ميليد تو اكينك سايد اتاك انو ممكن تتهجوم ليس كثيرا يعني ماكتر راه تحفظ الكونز يعني انو بيكون عنده وسط قوي من غير ما يتعب give the black many different options does not put immediate pressure on black فهيك انتب تعرف يعني من البروز ان كونز هل هالافتتاح بناسبك ولا لا بس مثلا صرت شيك انو اوكي انا حالا ما بحب الحفظ وبحب الهجوم بشكله والله كويس تعال نجربه وهون بيعطاك معلومات اكتر والتفريعات اللي ممكن تطلع منه وبعدين بعد ما مثلا يعجبك وهون مثلا تقرأ الهيستوري ممكن انك تروح على الفيديوز وتبحث اكتر بفيديوهات لو ما بدك مثلا ممكن تشيك على يوتيوب الى اه خيره اكسبلورر هاي شغلة كثير باستعميله انا شان بتحضر لخصومك ومشان لو بدك تعرف مثلا عن حدا معين مثلا ماستر جيمز انا بحب مثلا والله بدي اعرف عن غاري كاسبارو غاري كاسبارو اوك كاسبارو بخير نجرب اكتب اول ك كسبارو اوكي غاري كاسبارو لم يعرفش اول مرة مقرأة بص غريب وهون الباب يبلش يحط لك الجيمات اللي هو بيلعبه يلعب دي فور اكترشي بعيني فور بعيني سيفور تبلش تشوف بعد second مثلا شو بيلعب بيلعب سيفور اكترشي فبتعرف اسلوب لعب لاعب ممكن تستعملها للتحضير مثلا يعني هون مثلا أنا فرضا بدي أحضر ضد حالي طبعا أنا بدي أفضل يعني خلنا نرجع لورا سيكلورر هاي الخاصية كتير مهمة وأنا قلت لكم بيستعملها كتير خصوصا لموضوع التحضير أنا بدي أحضر لشخص معين ممكن أن أفوت هون أكتب اسمه بيطلالي لحصائيات تابعة بلعب E4 B3 أكثر شي يعني ومما تفوت هون مثلا طبعا هون ممكن أنك كما تبحث مثلا أنا بدي بلدس مثلا بس البلدس لها تحسب لي البولت بس الرابد هيك وبتطلع لك مثلا B3 لازم أن كنت ألعب أين أفور أكتر وشان أحضر لأي أفور بيثري وبيحط لك شو وين الزلمة عم يفوز وين عم يخسر شوفه مثلا بالأسود أكتر شي عم يخسر ضد الأفايف وستي سكس فحلو أنا ألعب ستطل أغير فهي طريقة للتحضير حلو أنك أنت أوطح يعني هاي ميزة للتحضير وموجود موقع شهزتكم بنصعك فيها أثيرا جدا هاي بنسبة لأرن هون today بحط لك just today news hstv streamers events إذا في بطولة تشغالة بدك تتابعة وهون أقوى اللاعبين شو عم يعملوا connect هون بتلاقي طبعا clubs الكلبز الشغلة مهمة لو أنت حدا بدك تعمل شو اسمه بدك تعمل بطولة لو بدك تعمل بطولة مثلا أنت وصحابك عندك قناة أي شي بتفوتها بتعمل كلب وبتحكي للجماعة تابعك ينضموا للكلب وطبعا انضموا للكلب تابعنا سواني الكرب تابعنا يعني يعني عم بعمل عليه شغل ففوتوا عليه رح تركوا الرابط بالdescription ونكوننا احنا وفيه بتلاقي friends, blogs, members, coaches لو بدك coach هون مثلا بتلاقي كل واحد حط لك سعره يعني مثلا هادا الزلمة اللي هو أوكي خلونا نشوف واحد بشهور شوي الأول أحدث الناس أو أكتر ناس online بس لو مثلا أنا بدي حد معين يعني مثلا search coaches بتذكر مرة شفت أوكي كمان حلو أنه fake countries بتذكر مرة من مصر شفت مثلا سامي شكر تمام فهيك ممكن لتنا مثلا شيء coach أنا بدي مثلا coach مثلا أمريكي يحكي انكليزي بتفوت هون United States United Arab Emirates ما غلط United States وبتعمل search طلع لك كل الكوتشز فمثلا هادا أول واحد قدامنا Japanese Tutor خلنا نشوف شو وضعه هادة GM أنا بفضل يكون عنده لقب هادا الزلمة كثير محترم ما صح كون فيها فكرة كثير كثير رهيب عنده قناة على اليوتيوب رح أترك لكم الرابط تابع بالسكريبشن يعني شرحه كثير أسطوري فهاي هاي الفكرة هون مثلا بتلاقي زال ما يجيش حط لكم سعره ما حط سعره سواني شو كابعرف السعر تابعه أوكي بتوقع يمكن لازم راسله يعني ولا شو أوكي لازم يكون كاتب السعر تابعه بتوقع ما لازم تكون مكتوبة بالسكريبشن بتوقع بتوقع والله أعلم بس بتوقع يمكن لازم تراسله أو قبل وبيحكي لك على الخاص فناس يمكن هيك بيعملوا بس كثير بشوف ناس حطين سعرهم يعني هيك فلو بتبحث عن كوتش ممكن أنك انت تراسله هاي هي الفكرة وهاي بالنسبة ل الكونكت وهون في عنا طحشة شغلات قوانين لعبة هاي شغلة كثير كمان ممكن تفيدك لو أنا بدي مثلا أعرف شو هاني بلندر تمام فتلاقي من هون حطين بلندر معناها كذا بلندر معناها كذا بوتايز قام بت هيك وهون كمان شغلة مهمة اللي هي الميمبرشيب خلانوا نروع الميمبرشيب العضوية بهالموقع هلا أنا عامل عضوية بهالموقع عامل 2018 رح تنتهي بالـ 2022 يعني شهر 9 عامل عضوية بهالموقع الديامونتو سوفوا كيف تكلف بدأتكلف 100 دولار بالسنة يعني 8 دولارات بالشهر هلا شوفوا الميزات التي تأخذوها انت انلمتد كيم روفيو بحلل جامعة ما بدك انسايتز يعني بتكشف لك كل أحصائياتك البزلز انلمتد بزل راش انلمتد لسنز يعني دروس مفتوح الفيديوهات التي شفناها كلها مفتوحة والبوتس ممكن تلعب معها ونو أدز يعني انه ما في إعلانات لو انت هاي ما بتناسبك عندك الجولد عندك البلاتينيوم شوف المميزات لكل واحدة ممكنك تختار لو انت أصلا ما بدك تنتسب ما بدك تعمل عضوية يعني هاي الميزات ما بتحصل عليها أو بتكون عندك الييرلي وعندك المنثلي الشهري أو السنوي أنا بفضل الشهري أو السنوي لأنه بحسه بيوفر لي أكتر الآن لو انت قررت بعد هذا الفيديو انك انت تنضم لهالموقع أنا ما عملت هالفيديو دعايا الموقع أبدا ولا عملت أنه أنا يعني نفس مدفوع اللي أو يعني رح أخو بنيفت من الموضوع بس لو انت شفته مفيد واقتنعت أو حاس أنه بدك تعمل اللي بدك تعمله بدك تنتسب فيه تعمل عضوية فيه لو استعملت الرابط اللي أنا ترك لكها في الاسكريبشين فانت كتير بتفيدني تمام فلو انت مهتم انك تعمل من برشي بهالموقع ممكن تستعمل رابط بالدسكريبشين لو ما انت حابب عاري مانا فرق المهم أنا عملت اللي عليه وشرح تلكم اشرح تلكم المميزات ونصح كنت تستعملوهم وما غلط انك تستعمل مميزات من هالموقع مميزات من الموقع الثاني مميزات من الموقع الثالث نسمع لتلكم بنهاية كله يعني معمول عشانك فانت ما في اي مشكلة بانك تعمل الشي اللي بيناسبك واللي بيفيدك واللي بيخليك مبسوط وشغلة اخيرة كمان مرة عملونا جوين لالكلاب تابعنا او الموقع تابعنا او نالي تابعنا اسف اي بطولة راح تصير لازم تكون انت موجود في هالموقع فهذا كان كل شي متمنى الفيديو كون عجبكن متمنى الفيديو كون مفيد لكم لو فاركونا الفيديو اعطونا لايك لو ما فاركونا اعطونا لايك كمان يعني انا تعبت انا عم بعمل هالفيديو يعني صارونا الصاعي يعني كمان اشوفك شاء الله بالليديوهات القادمة الى اللقاء جميعا سلامات